اشتركوا في القناة المسجد النبوي والروضة الشريفة المسجد النبوي من المساجد التي فضلها الله عز وجل فهو أولا من المساجد التي تضاعف فيها الصلاة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وهذا يدل على فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وهنا مسائل تتألق بهذا الحديث المسألة الأولى في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا من الذي يشمله أو من الذي تشمله المضاعفة من الأماكن فالجواب أن المضاعفة تتعلق بجميع المسجد فما كان داخل المسجد فهو شامل أو تدخل فيه المضاعفة أما بقية حرم المدينة فلا تشمله المضاعفة وهذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة فإن حرم مكة يرى كثير من العلماء أن مضاعفة الصلاة تعم جميع الحرم أما في المسجد النبوي فقد اتفق العلماء على أن المضاعفة تختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الحرم المسألة الثانية من الذي تشمله المضاعفة من الصلوات فالجواب أن هذا عام في جميع الصلوات لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مستدي هذا وصلاة نكرة في سياق الإثبات فتفيد العموم فتشمل المضاعفة الصلوات الخمس وما تشرع له الجماعة من صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وقيام رمضان وكذلك أيضا ما لا تشرع له الجماعة مما يشرع فعله في المسجد أو في غير المسجد كتحية المسجد والسنن الراتبة وإن كان الأفضل أن يصلي الإنسان السنن الراتبة وبقية النوافل أن يصليها في بيته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هده أنه يصلي النوافل والسنن في بيته وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة فلا يقال مثلا إن الإنسان يستحب له أن يصلي النوافل في المسجد النبوي لأنه مما تضاعف فيه الصلاة لأن اتباع السنة خير من كونه يصلي في المسجد النبوي هذه الصلوات وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سبق يصلي السنن الراتبة والنوافل في بيته وهذا فيه فوائد متعددة منها أولا أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وثانيا أن فيه تعويدا للأهل والصبيان على صلاة النافلة وثالثا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل من صلاته في بيته نصيبا فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا وفيه أيضا الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فجميع الصلوات التي تصلى في المسجد النبوي سواء كان ذلك مما تشرع له الجماعة أو لا أو مما يسن فعله في المسجد أو لا كله مما يدخل ضمن المضاعفة المسجد الثالثة مما يتعلق به هذا الحديث ما زيد في المسجد فالزيادة لها حكم المزيد فما زيد في المسجد النبوي فهذه الزيادات المتتابعة لها حكم المزيد بشرط أن تكون هذه الزيادة متصلة بالمسجد بحيث أنه لا يفصل بينها وبينه طريق فأما إذا كان هناك فاصل كطريق أو أسواق أو ما أشبه ذلك فإن هذه الزيادة أو هذا الملحق الذي يقال إنه يتبع المسجد لا تشمله المضاعفة الحديث الثاني من الأحاديث الواردة في فضل المسجد النبوي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة أي أنه مكان للأعمال الصالحة ترجى فيه إجابة الدعاء فينبغي للمسلم أن يحلص على الصلاة في هذه الروضة الشريفة لأنها مكان فاضل يرجى فيه قبول الأعمال ويرجى فيه إجابة الدعاء فيتحرى الصلاة في الروضة إن تيسر من أجل فضيلتها ومزيتها وهذا أعني كونه يحلص على الصلاة في الروضة ويتحرى ذلك هذا في غير صلاة الجماعة أما في صلاة الجماعة فالمشروع أن يحافظ على الصلاة في الصف الأول الذي يلي الإمام وذلك لأن هذا الفضل أعني الصف الأول يعود إلى ذات العبادة والصلاة في الروضة تعود إلى أمر خارج والقاعدة في هذا الباب أن الفضل العائد إلى ذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل العائد إلى زمانها أو إلى مكانها أيضاً من ما يدل على فضيلة المسجد النبوي أنه أول مسجد أسس على التقوى كما قال عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والمراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قبى والمسجد النبوي فالآية شاملة للمسجدين ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقال يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفاً من حصباً فضارب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة وهذا دليل صريح على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي والآية عامة في المسجدين فهي شاملة لمسجد قبى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا كانت هذه الفضيلة أعني كون مسجد قبى أسس على التقوى إذا كان مسجد قبى أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ومن الفضائل أيضاً التي تتعلق بالمسجد النبوي من الحديث أنه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى هذه الثلاثة المسجد الحرام والثاني ومسجدي هذا والإشارة هنا للتعظيم والتعيين والتوكيد فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مسجده بقوله هذا أولا تعظيما وثانيا تعيينا وثالثا توكيدا فهذا الحديث يدل على فضيلة المسجد النبوي لكونه أحد المساجد التي تشد الرحال إليها والمقصود بشد الرحل أن يقصد بقعة لذاتها لقصد التعبد فيها واعتقاد فضلها هذا هو الذي ينهى عن أن يشد الرحل إلى بقعة لذاتها لقصد التعبد فيها واعتقاد فضيلتها أما لو سافر لغير ذلك كطلب العلم أو زيارة قريب أو شهود جنازة فإن هذا لا يدخل في النهي لأن هذا المسافر لم يقصد ذات البقعة إذن من شد الرحلة لموضع من المواضع يعتقد مزيته وفضله فإن هذا لا يجوز سوى هذه المساجد الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهذا يدل أيضا على فضيلة هذه المساجد الثلاثة لكونها اختصت بهذه الخصيصة وذلك لفضل هذه المساجد فمن فضلها مضاعفة الصلاة فيها ومن فضلها أن هذه المساجد بناها الأنبياء الكرام عليه الصلاة والسلام فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى المسجد الحرام وهو أول مسجد وضع في الأرض ويعقوب بن إسحاق عليه الصلاة والسلام بنى المسجد الأقصى بعد بناء إبراهيم للكعبة وسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام كان له تجديده لا تأسيسه فهو جدده أعني المسجد الأقصى ولم يؤسسه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي أعني مسجده الذي في المدينة فهذا الحديث يدل على فضيلة المسجد النبوي لكونه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها وينبغي لمن دخل المسجد النبوي أن يتعدب بالآداب الواردة والأدعية الواردة في دخول بقية المساجد فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ثم يصلي تحية المسجد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهتان الركعتان تصليان في أي وقت من الأوقات سواء دخل المسجد في وقت نهي أو لا لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب وذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي والسنة لمن زار المسجد النبوي وأتى إليه أن يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر فيقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام قبر عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر السلام عليك يا أمير المؤمنين رضي الله عنك وجزاك الله عن أمة محمد خيرا والمشروع أن يكون حال سلامه على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أن يكون متأدبا خافضا صوته فلا يرفع صوته في حضرته ولا في غيبته عند قبره لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وإذا كان رفع الصوت في المساجد منهيا عنه فالنهي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند قبره أعظم وأشد لأن فيه سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع صاحبيه رضي الله عنهما وينبغي أيضا لمن كان في المسجد النبوي أن يستغل وقته أثناء وجوده في المسجد النبوي بما يقربه إلى الله عز وجل من كثرة الصلاة ومن كثرة تلاوة القرآن ومن النجوء إلى الله عز وجل بالدعاء ومن كثرة الذكر فلا يضيع أوقاته سبهللا أو يضيع أوقاته في أمور لا تنفعه بل ربما عادت عليه بالمضرة وينبغي للزائر أيضا عند دخول المسجد النبوي أن تكون له عناية أن يعتني بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعتها حكومتنا وفقها الله من لبس الكمام وتعقيم اليدين والتباعد وأن يكون متعاونا مع القائمين ومع المسؤولين في المسجد النبوي فإن هذه الإجراءات ما وضعت ولا شرعت إلا لمصلحة الجميع وما يعود على البلاد والعباد بالنفع أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب وأن يغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين إنه جواد كريم بر رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أشتركangenشو أمامه الممتازات لقد نروح سي abra mö Unuo ترك کیوني ازياد الصيف وحسنت